بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أعزائي طلبها السلام عليكم نواصل مع حلول مواضيع بكالوريات السابقة اليوم بإذن الله رح نحل معا التمرين الثاني لجاب الموضع الثاني بكالوري 2008 خاص بشعبة علوم تجربية كما أنصح به علوم عفونا شعبة رياضيات وتقني رياضي وهذا لأنه حلت الموضوع الفائدة منه وهو المراجعة للبكالوريا الجاية يعني 2019 إلى 2020 وعكذا بإذن الله ها ونص التمرين عليه ربع نقاط كما أعتذر على الكتابة إن لم تكن واضح لأن الموضوع 2008 قديم يعني قال لك هذا النص مأخوذ من مذكيرات العالم هويغنز سنة 1690 الله يبارك كان جدي كان مزاج الله يرحمه الله يرحمه السائلي جدي صح في البداية كنت أظن أن قوة الاحتكاك في مائع غاز أو سائل تتناسب طردا مع السرعة ولكن تجارب التي حققتها في باريس أيوة 1690 كان السيد في باريس بيانت لي أن قوة الاحتكاك يمكن أيضا أن تتناسب طردا مع مربع السرعة وهذا يعني أنه إذا تحرك متحرك بسرعة ضعف ما كانت عليه يصطدم بكمية مادة من الماء تساوي مرتين ولها سرعة ضعف ما كانت عليه ما كانت لها أولا ولها نقول لكم كيف شوف كما تعودنا أقرأوا صح قريتكم ماذيك ديروا بوز أقرأوا حتى السؤال هنا حتى الاثنين درتوا بوز قريتوا صح زيد ذلك أقرأ من الألف حتى آية قريتهم من الألف حتى السؤال الثالث شوفوا المنحنة درتوا بوز قريتوا المعطية تكتبهم عندك المسود يعني أكتب عندك رو صفر ورو وجي سيبون خلاص هاي هكذا من نضيعوش الوقت صح الآن معلين احنا إلا نقرأوا الشؤال الأول ونوجب عليه قال لك يشير النص إلى فرضياتي يعني زوج اثنين هويغنز حول قوة الاحتكاك في الموانع يعبر عنه مرياضياتيا بالعلاقتين F تساوي K في V وكنا درناها في الدرس السرعة الصغيرة وقفت تساوي كافتح في V مربع أي السرعة الكبيرة حيث قفت قيمة قوة الاحتكاك وفي سرعة مركز عطانة المتحرك وكافتح 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 ثابتان موجبان ارفق بكل علاقات تعبير المناسب من النص عن كل فرضية ها هو النص وش رو يقول وماذا بيك جاوب وارفق كل واحدة ارفق بهالأخر اولا الفرضية الاولى يعني كتبت الايجابة بما نضيعوش الوقت قوة الاحتكاك يعني في النص أجمز قوة الاحتكاك تتناسب طردا مع السرعة V هذه اللي جا في النص توافق فهذا توافق أي ما جاء في النص يوافق العلاقة الثانية F تساوي كافتح في مربع إذن الإجابة إذا جاوبت صحيح إذن هذه عليها 0.25 وهذه عليها 0.25 إذن السؤال الأول عليه نصف نقطة نروح للسؤال الثاني السؤال الثاني لتأكد من صحة الفرضيتين يعني الفرضية الأولى والثانية رأنا عرفناهم تم تسجيل حركة بالونة تسقط في الهواء يعني هنا رأني مع السقوط الشقولي سمح التسجيل بالحصول على سحابة من النقاط تمثل تطور سرعة مركز عطالة البالونة في لحظات زمنية معينة لاحظ اللعنة عندنا في الشكل هاي النقاط هذه هي سحابة من النقاط هذه السحابة من النقاط تمثل لنا سرعة مركز عطالة البالونة لاحظ هنا في الشكل عندي محور الفواصل يمثل محور الأزمنة تي بالثانية ومحور الترتيب يمثل محور السرعة بالمتر على الثانية صح إذن قال لك ألف سؤال ألف بتطبيق القانون الثاني لنوطن واعتماد الفراضية المعبر عنها بالعلاقة F تساوي K يعني الفراضية الأولى اكتب يعني اعتمادا عن الفراضية الأولى نكتب معادلة تفاضلية لحركة سقوط البالونة بدلالة يجب تكون تكتبها بدلالة هذه الخمسة اللي أذكرهم اللي هنا أي روح صفر اللي هي الكتلة الحجمية اللي أعطوها هنا في المعطيات كما قتلك تكتبها وروح هي الكتلة الحجمية للبالونة يعني للجسم أهم كتلة البالونة وجي تسارع جلزي بها الأرضية وكهوة ثابت التناسب صح إذن نروح نجاوب على السؤال الأول هذا الثاني عفون ألف الفراضية دائما الفراضية الأولى المعادلة التفاضلية صح إذن هنا أعجزي طلب الجملة المدروسة الجملة المدروسة شخوني هي بالونة صح بالونة زيد عندي مرجع الدراسة مرجع الدراسة شخوني هو سطحي أرضي نعتبره قليلياً سطحي أرضي نعتبره قليلياً صح زيد القيوة الخارجية المؤثرة القيوة الخارجية المؤثرة زيد شخوني هي القيوة الخارجية المؤثرة عندنا قوة الثقل قوة الثقل صح اللي هي بي صح زيد عندنا قوة الاحتكاك قوة الاحتكاك ها اللي هي F يعني مهمل في النصف مهمل حتى قوة كامل حاضرين صح وعندنا دفعة أرخاميتش دفعة أرخاميتش صح اللي هي بي ماجيسكول هاي صح متفاهمين نجو الآن نمثل الرسم نديره الرسم لأنه عليه نقطة صح انتبه ها هو الرسم نرسمه بالأزرق يعني محور المحور هو O Z محور الحركة ها ها هو المبدأ O ها مبدأ O وهنا عندنا Z نرسمه البالونة ها هي البالونة تسقط وفق المحور بالونة ها هو مركز عطالة البالونة G ها صح إذن نمثل قوة الثقل تكون دائما من المركز نحو مركز الأرض أي نحو الأسفل عفوا ها هي P صح هذه P قوة الثقل نزيد نمثل قوة الاحتكاك تكون من المركز عكس حركة عكس جهة الحركة يعني هذا هو التعريف التحى من قولوش إلى الأعلى عكس جهة الحركة بلك الحركة ريما من تحت للفوق نرمينا حجرها لسمة بالونر منها في السمة ها إذن هذه كذلك تمارين هذا كذلك تمارين في الميكانيك ها إذن كين وين ترميها من تحت للفوق صح وتعاود تلجعلك تلحق تلحق وين السرعة تنعدم وتعاود تهبط فيه يعني تطلع عكارميت بالون هاي طلعت 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 حتى حبست خلاص وعاودة بلات متفاهمين؟ صح يعني هنا تقدر الحركة في هذه الحالة تكون يعني عكس ما نقولوش تعرف تعالح 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 هذه قوة الاحتكاك ما بلك يقول لك عرفها أو لا دائما من المركز عكس جهة الحركة أما دافعة أرخاميت تكون من المركز نحو الأعلى دائما هذه اللي نقولو اللي نقولو عليها هفون نقولو عليها نحو الأعلى باش ما تغلط ترك صح هذه دافعة أرخاميت تكون من المركز يعني بي ماجيسكول إلى الأعلى لازم ما تفرغ بين بي ماجيسكول وبي صغيرة اللي تساوي ثلاثة فاصل ربعتاش ها صح هذه في الرياضيات وهذه في الفيزيك صح إذن هذا هو المعلم إذن الآن قالونا بتطبيق القانون الثاني لأنيوتن صح إذن بتطبيق القانون الثاني لأنيوتن صح عندنا مجموعة القيوة الخارجية المأثرة أي تساوي آم أي الكتلة في التسارع التسارع أي مركز عطالة البارونا ولا الجسم صح أي مجموعة القيوة اللي هو أي بي نكتبها منها معليش لأنه يجي في مكان هذي أي بي زائد وزائد دافعت أرخمت أي تشاوي آم آ صح آ ج صح إذن هناك تلحق الآن الشكل عليه 0.25 وهذه تكتبها 0.25 صح الآن نقوم بالإسقاط صح بالإسقاط بالإسقاط على المحور الشاقولي على المحور الشاقولي محور الشاقولي على قلنا الشاقولي أو ز ولا تقول محور الحركة أو ز من الأحسن توضح أن المحور هو شاقول صح يعني عندنا لاحظ بالإسقاط لاحظ أن بي جهة الحركة أما F و P عكس جهة الحركة يعني P نقص F نقص P تساوي M A J صح هذا تكتبوا أبلاجي أو هكا يعني نفس الشيء مهم نقصدوا به التسأل الآن كنت دير إسقاط أعدي عليها 0.25 صح أنموصل أنوصل وين نرى إذن أعطونا العلاقة الفراضية الأولى فالنصف إذن لدينا F تساوي K في V هذه اللي يعني الفراضية الأولى الفراضية الأولى صح تفهمين وعندنا هذه عندنا حاجة صح وعندنا الكتلة تعلن الجسم تساوي R أي الكتلة الحجمية للجسم في V الحجم صح وعندنا عبارة دفعة أرخام تساوي الكتلة الحجمية المائع في G في V V نفس الشي تعلجسم V تعلجسم حيث نكتبها هنا حيث V هو حجم البالونة هو حجم البالونة صح صح كتمت هذه المعطاية اللي راح تخدم بها عندك 0.25 صح الآن نبدأ لا توكلوا لا نبدأ نخدم إذن نعوض P بالقيمة التي هي M G F نعوض ها باللي تساوي K V إذا طالك K في V مربع اكتب K في V مربع إذا طالك الفراضية الأولى اكتب الأولى طالك الثانية الثانية تبع وشي يطالك في التمرين K V صح ونعوض P بالقيمة التي بالعبارة H رو صفر في G في V صح تساوي M وعندنا التسارع هو مشتقد سرعة بالنسبة للزمن مشتقد سرعة بالنسبة للزمن لحظ هذه هنا عوث كل واحدة بصوال ح الذي قلت لدينا كذا وكذا وكذا حيث B كذا ومعن نبدأ نعوض صح تقدر تقول ثاني هنا تكتب و A تساوي تقدر و A تساوي D V على D تقدر تزيد ها هذه من لدينا تقدر تزيد ها نعادي صح وش ندير الآن تقول لنا هذه K في تروح الجهة الأخرى إذن تقول لنا D M D أي مشتقد سرعة بالنسبة للزمن زائد K في V صح تساوي M G ناقص كتلة الحجمية للماء في G في V أي حجم البالون صح إذن كينا حاجة لنعوضها هي هذه التع الجسم الكتلة تع الجسم ها هي العبارة تح صح نعوضها صح هنزيد ونعوض هناك كتب هذه ونعوضها ونعوضها إذن ما ننسي ولو هذا كو هيا صح هيا N D V على D T زائد K V تساوي إذن نعوضها ب رو الكتلة الحجمية للجسم في G في G لأن في V صح صح ولا رو في G في V وهي تكتب رو V G معلش أنا كتبناها كاذا رو نشوف على ناقص رو صفر G في V صح لحد الآن كتل حق اللي هنا عندك 0.25 إذن كعادة نحن رح نخرج معادلة تفاؤلية دائما نقسم على M نقسم الطرفين على M نقسم إذن نقسم الطرفين على M صح يعني كيف نقسم الطرفين على M لحظ أنتبه هذه على M صح هذه على M وهذا كامل M الخطو يعني هنا M تروح مع M صح إذن أنتبه يعني هذه رح الآن إذن عفونا للضاجج هذا القيطة اللي رب برها عندي تاقة تاقي لمشي ذراري جو قطوط ها لمشي قطوط يجي السردوكي أو عش يعني ربي يجي بساعة الخير آية ما لش هنكمل المهم حيوان آية دي في على دي تي زائد ك على M V تساوي يعني هنا هذو نقسمهم على M أي رو G V ناقص رو صفر G V على M صح متفهمين متفهمين أنتبه نعود نكتب دي V على دي زائد ك M V تشير صح يعني هذا M نعوض بالعبارة تحية رو في V صح وهنا الفوق نخرج G V عام المشترك لاحظ هنا عندي G V ولا هنا عندي G V نخرج عام المشترك وهذه نعوض صح تولي لي أتولي لي G في V في رو ناقص رو صفر ها والآن نعوضها بالعبارة H رو في V صح تروح V مع V ولا سننشط باب لون آخر بعد جي بين V تروح مع V صح إذن وش يبق لي أتولي لي D V على D زائد K على M V تشاوي G هذه نخرج هنا K G في رو ناقص رو صفر على رو صح على رو أنتبه يعني هذه أعزائي طلبة G في كذا رو نقدر لو كان نكتبها هاك مثلا G في يعني نقسم هنا نقسم المقامات يعني رو على رو ناقص رو صفر على رو صح رو على رو إذن هذه رو على رو إذن هذه تقدر تولي لي هكذا رو في G في واحد ناقص رو صفر على رو هكذا إذن نوصل لنا من الكتابة تعي إذن الآن نكتب المعادلة التفاضلية إذن الآن نكتب المعادلة التفاضلية تعي أي دي في على دي ت زائد ك على أم في V إذن تساوي G في واحد ناقص رو صفر على رو إذن هذه هي المعادلة التفاضلية تعي ها 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 نقطرها إذن كيت الحق الله هنا وتكتب معادلة التفاضلية عندك 0.25 السؤال باق لك بي أن المعادلة التفاضلية للحركة يمكن كتابتها على الشكل دي دي على دي زائد ب V يساوي A حيث A و B ثابتان يعني لازم نجد العبارات التحم إذن حقيقة لو لاحظنا أن المعادلة التفاضلية هي من شكل دي على دي زائد B V تساوي A حيث حيث ها هي لاحظ أن ال B ها هي لو دلنا مطابقة بين معادلة هذه ومعادلة هذه ال B هي و A ها هي و الرحيل عفوا يعني من حيث لها وجه ها هي ال A صح إذن حيث A تساوي أي G في الواحد ناقص رو صفر على رو هذه A و ال B تساوي K على A سيبون هذه الإجابة لها أي هذه هنا عندك نصف نقطة كسهلة مهلة صفر خمسة وشرين في إثنان سيبون صح رحوا الجيم جيم قال لك اعتمادا على البيان اللي هو أمامك في الشكل ناقش تطور السرعة V وستنتج قيمتها الحد هي V limit نرمز لها V limit أو V L نفس الشيء صح إذن ماذا يمكن القول عن حركة مركز عطالة البالون خلال هذا التطور لحظوا هنا أعزائي طلبة عندك هنا في اللحظة T تساوي 0 يعني هنا في اللحظة T تساوي معدومة يعني السرعة تكون معدومة يعني V 0 تساوي 0 يعني بدون سرعة ابتدائية عفون حيث كما نلاحظ أن السرعة تزداد لاحظ من البيان في النقاط هذوك السرعة تزداد تدريجيا تدريجيا لاحظ مع النقطة إلى أن تصبح ثابتة يعني حتى تبلغ القيمة الحدية تبلغ القيمة الحدية يعني سمحوا لي أن البيان عوج لازم نروح من هكذا بيان جاية عوج الله غالب صح يعني هنا من البيان نقرأ أن القيمة الحدية عفون السرعة الحدية هي V تساوي ماذا تساوي 2.5 يعني متر على ثانية مربع إذن الجواب تطور السرعة في اللحظة تساوي السفر تكون سرعة معدومة أي V تساوي السفر يعني بدون سرعة ابتدائية وتتزايد سرعة تدريجيا إلى أن تصبح ثابتة عند بلوغ قيمة حدية يعني القراءة من البيان أي السرعة الحدية V تساوي 2.5 متر على ثانية نرجع إلى البيان مرة أخرى لاحظوا في البيان اللهنة يعني اللهنة في البيان كما عربنا عندنا نظامين صح عندنا نظامين إذا تلحق النقاط هنا خلاص لاحظ هكذا مثلا هنا عندنا نظامين صح عندنا النظام اللي هو النظام الانتقالي النظام الانتقالي صح ومن النظام الدائم نظام الدائم صح إذن هنا كما تلاحظون أعزائي طلبة يعني في النظام الانتقالي تلحق هذه خلاص هنا ترحق سرعة ثابتة يعني يعني في هذا الحال اللي تلين V تساوي V limit تساوي constant صح هذه علامة نبي صح إذن الحركة كما تلاحظون في شكل أعزائي طلبة تتم في نظامين النظام الانتقالي يعني كما تلاحظون أن الحركة تكون ذات سرعة متزايدة أما في النظام الدائم كما قلت لكم الحركة تكون ذات سرعة ثابتة لأنه في السؤال قال لك ماذا يمكن قول عن حركة مركز عطانة البارون خلال هذا التطور إذن تتم يمكن القول جاوبنا على السطر الأول السطر الثاني تتم الحركة في نظامين النظام الانتقالي تكون حركة ذات سرعة متزايدة والنظام الدائم تكون حركة ذات سرعة ثابتة إذن هنا عندك نقطتين 0.5 في إثنان دال قل طلب من حساب قيمة أ بوابي يعني هذا سؤال سهل جدا لاحظ أننا من سؤال ب جبدنا عبارة أ ها هي أمامك وعبارة ب لكن هنا أجزاء الطلبة من قدروا نحسب بهم العبارة هذه لأن معنى لا ك ولا أ ما كاش صح لاحظوا نبدأ بالأ معنى نبدأ نجيب عبارة أ ها هي أ تساوي أي ج في واحد ناقص رو صفر على رو أي ج عوض فقط ج أعطوها لك 9.81 في المعطيات في واحد في رو صفر أعطوها لك 1.3 كيلوغرام وتبقى كما هي والأخرى 4.1 يعني هنا معنى إلا تعوض وتحسب إذن ستجدها 6.7 س أي وحدة الدولية صح ايا في الحقيقة متر على الثانية مربع لماذا لأن تشارع متر على الثانية مربع وهذه لانا كيلوغرام على المتر مكعب وهذه كيلوغرام على المتر مكعب إذن هذه تبقى ماذا تبقى هنا في الحقيقة يا 300 على الثانية مربع نحن ندرها أسئل معنش هذا للتوضيح فقط جالي في بالي سؤال ربما يطرحوا عليك في الباكالوريا يعني لو يقولون لك مثلا كيشفت هذه النظام الدائم تفكرت سؤال لأنه قلت لكم من ذلك يطرحوا عليك بعض الأسئلة النظرية يقول لك ما طبيعة الحركة في النظام الدائم ما طبيعة الحركة في النظام يعني سؤال إضافي الدائم صح كيف تكون الجواب بتاعك في النظام الدائم عندنا السرعة ثابتة السرعة ثابتة التسارع معدوم إذن طبيعة الحركة حركة مستقمة متظمة حركة مستقمة منتظمة صح هذا يعني سؤال أضفته يعني جالي في بالي تفكرته قلت لكم مالي إذن كما قلت لكم أعزائي الطلبة أننا لا نستطيع فإننا بي بي ما نستطيع نحبدها من العلاقة هذه بي تسوي كا على أم لماذا ما عندني لا كا ما عندي أم إذن منين نحب بي منين نحسب بي صح بي نحسبها من هاته العلاقة اللولة هاتهدي بي جيزائد بي بي جيزائد بي بي تسوي أم صح نجيبها من هالك قبل ما نحسب نبين باللي في النظام الدائم يكون التشارع معدوم صح أي في النظام الدائم يكون التشارع معدوم يعني يساوي الصفر صح لماذا يكون معدوم لأن السرعة ثابتة صح لأن السرعة ثابتة يعني ومشتق لأن التسارع يساوي مشتق السرعة بالنسبة للزمن ومشتق الثابت يساوي الصفر لأن السرعة ثابتة يعني تقدر تكتب A تساوي D على D تساوي الصفر لماذا تسارع معدوم لأن في النظام الدائم السرعة ثابتة المشتق الثابت يساوي الصفر و V تساوي أي V عفوا أي بلوكيري هذا V أي السرعة الحدية أي تساوي constant لحد الآن متفاهم إذن قلت ما نقدرش خرج B من العبارة تحكى على M لأنه ما عنديش إذن نخرجها من العلاقة الكبيرة أي D على D قلنا زائد B في V L لأن هنا تقول V تساوي V L تساوي ماذا تساوي A إذن هذا يعني أن هذا الجهة كاملة تذهب للصفر كما شفنا إذن يعني أن أي تقول لعندي الصفر مع نزبات فهموا الصفر زائد B V L أي تساوي A صح تساوي ومنه من هذه تعطينا أن B أي تساوي A على السرعة الحدية صح طلع صبورها صح إذن تساوي الآن حسبناها 6.7 والسرعة الحدية حسبناها 2.5 من البيان إذن تعطينا بالتقريب 2.68 S E هكذا S E صح يعني هنا A قلت لكم تكون أي المتر A هي المتر على ثانية مربع و VL أصبر كيف نديروها باش أفهمكم كيف تجبد الوحدات لأن الطاب له خلاص A المتر على ثانية مربع حني قلت لكم هنا يعني ممكن نصيبها كك والسرعة هي المتر على الثانية يعني نقدر نضرب هذه تساوي أي M المتر على الثانية بربع في مقلوب الكسر السرعة في هذه يعني السرعة المتر يروح مع المتر والسرعة تروح مع وحدة هذه تبقى لتساوي واحد على الثانية إذن نقدر الوحدانات تقدر تكون أي مقلوب الزمن مقلوب الثانية ماتفهمين صح هذه بركة توضيح فقط إذن كنت الحق للتمرين هذا الجواب علي عندك 0.25 أي وهنا ثانية عندك 0.25 يعني هذه 0 لا لمشيح عفو أنا أورها يعني 0.25 وهذه 0.25 صح إذن نصف نقطة قلنا سؤال الأخير رقم ثلاثة السؤال الثالث والأخير قال كروسي مع نفس المخطط السابق فيه تساوي أفليتي لأمامك لاحظ وفق قيمة أو أو يعني أو رسموه هذا بالأسود المنحنة الممثل بالخط المستمر بالأسود هذا أمامكم يعني المنحنة اللول هو تعنيقات كما قلنا هذا ومعد سبنا القيم رسموه هذا المنحنة لأسود إذن قال لك ناقص حتى الفرضية اللول لاحظ من خلال لحظ من خلال المنحنة أيضا طلبة يعني المنحنة النظاري لروم مرسوم بواسطة قيمة أو أو هذا من أجل الفرضية الأولى يعني لاحظ أنه ينطبق لاحظ جاي سواسو مع حتى هنا حتى هنا ومعد إي دي في ما يولي السواسو يعني هنا حتى هكذا حتى سفل فاسل إثناني يعني نرسم لكم هكذا يعني منا حتى لنا جاي سواسو مع النقط ومعد منا فوق السفل الفاسل الإثناني ثانية يدي فيه يعني النقط ما يتحش معهم سواسو ساح يعني رأكم تشوفوا ساح يعني هنا هذا من أجل القيم الصغيرة للسرعة من أجل القيم الصغيرة للسرعة يعني كي تكون في تنتمي لمجال يعني من الصفر حتى للواحد يعني المجال هذا من الصفر حتى للواحد هنا الفرضية الأولى هذه كنا قدر نقوله صحيحة لأنها من أجل السرعة الصغيرة لكن الفرضية هذا طلبان نلاحظ أنها تصبح غير صحيحة يعني إذا زادت السرعة من واحد يعني فوق القيمة هذه واحد يعني من لاحظوا من حتى هنا إذا زادت السرعة يعني هنا يعني من صفر ثنين وطلح حتى هنا هكذا كي تزيد هنا لاحظوا أنها هذه الفرضية تصبح غير صحيحة يعني كي تكون فيه أكبر من واحد يعني السرعات الكبيرة كما قلو نسبيا كيف تكون أقل من 0.2 أو تنتمي المجال من 0 إلى 0.2 ثانية أي من أجل القيم الصغيرة للسرعة أي V تنتمي المجال من 0 إلى 1 متر على ثانية إذن الفرضية الأولى صحيحة في هذا المجال وبعدها الفرضية الأولى تصبح غير صحيحة كما أريد لكم في البيان إذ أن البيانين لا ينطبقان من أجل الصرعات الكبيرة نسبيا أعزي الطلباء إلى أن أرقاكم بإذن الله في باكالوريا آخر أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته